البيب يقول لان هالند عبقاري دائما بوجهة نظرك حيستمر المسيرة طويلة لان انت تتكلم على العيب لسه عنده 22 سنة 25 هدف في دور الابطال رقم كبير جدا حتى على مستوى ميسيا على مستوى رونالدو محاوش الرقم ده هل المسيرة تستمر بالنسبة ل هالند امكانياته الفنية تتحلو دوت تركيزه شخصيته كمان لانه ده مهم جدا شايف هالند رايح لفين يعني كابتن بقالنا كتير قوي ما شفناش لعيب رقم 9 راسح 4 كل اللي بنشوفه مميزين اخر السنين كلهم بيبقوا وينجرز فان انت تشوف لعيب تارجت مان جوة 18 بالقوة دي وبالتقلق ده وبالسرعة دي وبالطريقة التهديف دي وطبعا ارقامه بتتكلم ارقام رهيبة ارقام رهيبة كابتن انا الان بس على ارقام محمد صلاح في الدورة الانجليزية رجل ده جيه خلينا مقارنة باثنين اساطير زي رونالد وميسي يعني بتتكلم بالنسبة لميسي في اول عشرين مباراة في دورة الابطال بيجيب 8 جوال كريستانو ما جابش ولا جول تكلم على خمسة وعشرين هدف يعني ثلاث اضعاف ميسي في اول عشرين مباراة في دورة الابطال اخذ بالك من حاجة كابتن الارقام بتاعته اصلا يعني هو جايب جونين بس مع منشستر سيتي فالخمسة وعشرين جول دول منهم ثلاثة وعشرين جول مع دورتموند فالموضوع لا هالند اعتقد انه هو من الناس اللي بعد ما يبطل كورا ارقامه هتبقى ارقام مرعبة جايز هو مش اللعيب الممتع مش اللعيب اللي تحب تتفرج عليه ومش زي كريستيانو ولا زي ميسي ولكن الراجل ارقامه لغاية دلوقتي تتكلم عنه طبعا يا كابتن ما نقدرش نحكم على الموضوع ده من دلوقتي الكونسيستنسي او الاستمرارية هي اهم حاجة لازم تكون موجودة لعيب صغير في السن ما نعرفش بعد فترة من طبعا الاجو والكلام ده كله ممكن يحصل ايه بس فيه امارات وفيه مقاومات بتبنى الراجل جعان جدا كورا جعان عنده شغف كبير جدا ان الراجل يحرز اهداف كتير ويحقق ارقام كتيرة من ايام قبل حتى كمان مايروح دورتموند كان دائما في تصريحاته تصريحات فيها ان هو عاوز يكون افضل وعاوز يبقى احسن ودايما كانت تصريحاته عنيفة للفرق اللي كان بيوجهها فاعتقد ان هو حتى كمان ركبت نشوفه ييجي ضرب الجزاء ييجي اي حاجة الراجل بيروح ياخد الكرة ما حادش ياخد الكرة وانا بس اللي اخد الكرة فالشغف اللي بيبقى عند لعيب الكرة ده هو اللي هيفرق طبعا مش هيقدر نحكم عليه دلوقتي ولكن بناء على الارقام الحالية الراجل ده هيكسر دنيا ممكن يكسر ارقام ناس كتيرة جدا 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 ولكن ارقام ويكابت ممكن تكون فقط تهديفية ومنما مش هيكون عنده ارقام كبيرة اسستات يعني احنا نبص على ارقام كريستيان وميسي نشوف المساهمات مساهمات عبارة عن انت بتحرز اهداف او بتعمل اسست الراجل ده ممكن يكون اجوانه كلها او مساهماته كلها فقط اهداف ممكن تكون 90% من مساهماته تكون اجوان فقط و10% على long run هيكون اسستات لانه هو راجل تارجت مان بشكل كبير جدا اللي عاجبني اكتر هي طريقة لعب جوارديولا انه زي ما قلنا انه هو خلى كل الفريق بيخدم عليه بانه منشوف يا كابتن تحرقات ايرلنج هالند في مسافة صغيرة جدا يعني احنا كنتكلم انه هو في دورتموند كان عند خط نص الملعب مجرد ما دورتمون كان بيطا على الكرة وبيستغل بل لكن طبعا اي حد بلعب منشيسر سيتي بيعمل كومباكت فلما بيعمل كومباكت الراجل حتى يا كابتن في 18 في جزء من 18 في المساحات الدقيقة بيقدر يتصرف انا معرفش هو ما شاء الله يا كابتن في الشورت سبرينت بتاعه بيزبق بشكل كبير جدا وكرة تلعبه في حطه يعني انت بتكلم 195 فهدام عن طبيعي هو الروتيشن والمرونة تبقى أقل شوية ولكن هو بيقدر يتصرف في المساحات الدقيقة بشكل أطلق من رائع